اغرب كهوف حول العالم كهوف بعضها تكون من قبل التاريخ تحمل اغرب واعجب التفاصيل التي لا يمكن ان تتخيلها اليوم نتعرف على عشر اشياء غير متوقعة وجدت داخل الكهوف في مكسيكو تم اكتشاف كهف عبارة عن متاهة محيرة للعقل وانفاق ومعابد توجد تحت الارض الجزء الاكثر حيرة في هذا الكهف هو الموجود تحت الماء يعتقد بعض الناس ان نظام الكهف بناه قدماء الماء تكريما لموتاهم فوق تقوصهم ومعتقداتهم تقول المعتقدات انه حين يموت الانسان يتبعه كلب استطاع فريق من المغامرين فتح كهف سام بعد 500 مليون سنة من بقائه مغلقا في جنوب رومانيا كان الكهف مليئا بالروايح الكرهة والغازات السامة كما انه يعج بانواع العناكب والمئويات يعتبر الكهف خطيرا فلم يتمكن من الدخول اليه لمئة شخص من الاكتشافات العجيبة التي اكتشفها العلماء هي كهف تحت الماء يوجد في مدغ شقر وقد اعثر فيه العلماء وعلى هيكى لحيوان الليمور وهو حيوان عملاق انقرض منذ وقت طويل لا يعرف العلماء كيف وصلت جثتهم هناك ويؤكدون ان عظام الجثث ليس بها اثر لعضة حيوان مفترسة تعرف مدغ شقر بانها موطن وانواع فريدة من الحيوانات النادرة ومن بين الجثث التي عثر عليها في الكهف جثث الطائر الفيل المسلة هي عمود طوله 42 مترا ذو اربعة جوانب ويعلوه هرم وقد تم استخرجها من عماق الارض وهي من الاثار التي خلفها المصريون القدماء وقد اكتشف علماء الاثار ان هذه المسلة واحدة من اثنين من المسلات التي كرسها الملك رامسيس الثاني للمعبد ولربه الرئيسي امون بمناسبة الاحتفال بيو بيل الملك تخيل شخصا يسقط في كهف سحيق يعتبر كهف ويليسون في شمال جورجيا من عمق الكهف في امريكا يصل عمقه الى 586 قدم ما يعني انك ان طرحت شيئا من اعلى الكهف فسيصل الى الاسفل بعد 8 ثوان فقط يقوم المغاملون بتخطي ما يناهز 15 كم من الانفاق داخل الكهف اخر شيء يمكن ان يخطر على بالك هو ان تسمع صراخ المميوة داخل احد الكهوف كان يعتقد ان الصراخ يخص بعض البشر الذين عظبوا حتى الموت مع مرور الوقت تم اكتشاف انهم لا يصرخون ولكن في الواقع كانت تفوههم مفتوحة طيل الوقت من اغرب الكهوف التي لن تصدق انها موجودة نية كهوف تحتوي على سراج الليل او الديدان المتوهجة وهو الاسم الشيع لمجموعات من يلقات الحشرات تكون الديدان المتوهجة ذات لون اصفر لا اخضر تشكلت الكهوف في منطقة وايتوموب نيوزيلندا قبل ثلاثون مليون سنة والان يمكنك استيجار قارب ثم تسافر عبر انفاق الكهف لترى الاضاءة الحيوية لاجزام هذه الديدان يشبه الكهف مجرة تتضمن مجموعة من المخلوقات الحية معلقة بدقة بخيوط الحرير يعود تاريخ اول حرب كيموية الى سنة 250 ميلادية حيث لقى جنود رومانيون حطفهم اثناء تواجدهم في انفاق تحت الارض دفاعا عن مدينتهم من الغزاة الفرس في العصر الحالي تم العثور على عشرون جثة في نفاق قديم في سوريا يقول العلماء ان الجنود هربوا لكن الجنود الفرس قاموا بضخ غاز انسا من تجاه الرومان الذي سبب لهم الاختناق ثم الموت اخر مكان يمكن ان تتوقع انك ستجد فيه بقايا ثقافة اكل لحوم البشر القديمة هو انجلترا فقد عطر علماء الاركولوجيا على كهف توجد به جماجم موضعة في اوان فخارية بغرض الاكل واستخراج دمها للشرب كل هذا يضع في اوان مزخرفة جدا في بداية القرن العشرين تم العثور على كهف مليئ بشر نقل محنطة قبل 1500 سنة قام الفيليبيون المحليون من انشاء المكان على شكل جوزة عملاقة بداخله اموات تم حرق المميوات بطريقة خاصة للتحنيط تتطلب ملاريتين بدخان التبغى وحرق الاجساد على النار بسبب عدم الحماية والمراقبة تعرضت العديد من هذه المميوات للسرقة والتخريب شكرا على المشاهدة ان اعجبك الفيديو سجل اعجابك ولا تبخل باختراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية اشتركوا في القناة